وسط توتر شديد في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة كشف الصحيفة Wall Street Journal عن مساعن أمريكية لفرض عقوبات جديدة على شركات المراقبة الصينية بسبب مبيعاتها لقوات الأمن الإيرانية التي تعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا الصينية في قمع التظاهرات السلمية التي اندلعت منذ عدة شهور في البلاد الصحيفة الأمريكية قالت أن وزارتي الخارجية والخزار الأمريكيتين بصدد معاقبة شركة تياندي لتصنيع معدات المراقبة التي مقرها في مدينة تيانغين شرقيا الصين إذ بعت هذه الشركة منتجاتها إلى وحدات من الحرس الثوري الإيراني وهو ما سيعرض الشركة الصينية لخطر الانقطاع عن نظام المال الأمريكي وتعطل قدراتها على ممارسة الأعمال التجارية بالدولار الأمريكي وفي تحدي للعقوبات الأمريكية عرضت الشرطة الإيرانية على التلفزيون الرسمي استخدام كاميرات مراقبة شبكية للتعرف على وجوه المتظاهرين ومتابعتهم واعتقالهم بعد وصفهم بالمخربين بينما تخطط قوات الأمن الإيرانية لاستخدام التقنيات الصينية للتجسس على أنشرة المتظاهرين وتعقبهم التحدي الإيراني جاء في وقت قالت فيه منظمة حقوق الإنسان الإيرانية إن إطلاق قوات الأمن الرصاص عليون المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي عمت أرجاء البلاد كان مقصودا وممنهجا التظاهرات الحاشدة في إيران ما زالت مستمرة في وقت تواجه طهران حزمة من التحديات بسبب العقوبات الأمريكية التي تهدف للحد من نفوذها في المنطقة في وقت أكد فيه ماحد كومان الإيراني أن 81% من الإيرانيين يؤيدون علنا إسقاط نظام ولاية الفقه شكرا